سؤال جميل ربما يحتاج إليه كثير منها السيدة تقول عندها أملاك طلقت من زوجها عندها ولد وبنت بعد الطلاق كتبت أملاكها باسم الولد والبنت وبعد ذلك تزوجت وأنجبت ولدين من زوجت هل الولدين الجدل لهم حق في أملاك الأم كما أخذ إخوانهم من قبل ماذا نفعل السؤال يعني الجواب عن هذا الهبة تنشأ بالعقد لكنها لا تتم إلا بالقبض يحفظ القاعدة دي الهبة لا تتم إلا بالقبض إذا قبضت تمت وأبرمت وقضي أمرها إذا لم تقبض فلا تزال إذا حزب الأمر وجد الجد كالعدم فإذا كان أولادها الذين وهبت لهم أملاكها في حياتها قد حازوا هذه الأملاك بالفعل فقد تمت الهبة بالقبض ولا حق فيها لمن جاء من بعده نحن خلاص أصبحت ملكا لهم وإن كانوا لم يحوزوها فالمال مشترك بين الجميع وينبغي العدل بينهم فيه منين جبنا هذا الكلام؟ من ما رواه أبو بكر الصديق أو مما روي عنه أنه كان قد نحل يعني أعطى ابنته عائشة جاد عشرين وسقا من مال بالغابة أعطاها حصات عشرين وسق من مال بالغابة فلما حضرت الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس أحد أحب إلي غنا بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وثقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارس لأن لم تأخذه لم تحزه فلم تتم الهبة قال المال الآن مال وارس يرجع هذه الهبة تلغى وإنما هو أخواتي وأختاتي فاقتسموه على كتاب الله عز وجل أرضي الله عن أبي بكر وعن أمنعيش ترجمة نانسي قنقر